أستاذ سليمان العقيلي من الرياض لو سمحت لي إلى أي حد ممكن أن تذهب الدول الخليج في دعمها المطلق للرئيس عبد الرب منصور هادي بمعنى أن هناك تصريحات بأنها هي معه على طول الخط حتى لو أدى ذلك إلى تدخل عسكري في مقابل مجابهة للمتمردين الحوثيين إلى أي حد ممكن أن يستمر هذا الدعم ويتواصل حتى تحريص صنعاء أم هي فقط من أجل الضغط على الحوثيين وإرعابهم أنا أعتقد أن الخيار الوحيد أمام دول مجلس التعاون هو دعم الشرعية في اليمن لأن سقوط اليمن بيد المقاول السياسي لإيران هو سقوط الجزيرة العربية بشكل عام وهو سقوط استراتيجي بالمفهوم السياسي ولذلك ليس أمام دول مجلس التعاون إلا أن تتخذ الإجراءات الدفاعية عن أمنها القومي لأن مسألة اليمن لم تعد مسألة داخلية أطلاقا أصبحت مصدر تهديد وينبغي لنا جميعا أن ندرك أن الحوثي الآن يهدد الرياض ويهدد مكة ويهدد المدينة ويعلن ذلك على قنواته التلفزيونية وهذا يؤخذ بجدية في الرياض وفي العواصم الخليجية هناك أيضا خطر ليس على السعودية فقط على عمان هناك في ظفار نزع انفصالية لكن عمان سيد سليمان عقيلي هي الوحيدة الدولة الخليجية الوحيدة التي لم ترسل أو تطبع العلاقات السياسية مع الرئيس هادي بحكم ربما تحالفها مع إيران نعم ولكنها تضغط على الحوثيين وتضغط على إيران لكن الأخطار محدقة في سلطنة عمان ظفار منطقة فيها نزعة انفصالية والفوضى في اليمن ستمتد إلى منطقة ظفار ينبغي الإدراك أن الانفجار في اليمن انفجار إقليمي سيلحق ضرر استراتيجي بالخليج وبالجزيرة العربية وسيلحق خلل في موازين القوى بالمنطقة العربية وأعتقد أنه ليس أمام دول مجلس التعاون إلا أن تتخذ سياسة دفاعية عن نفسها أولا وعن جيرانها اليمنيين الشرعيين لكن للبعض يقول أن هذه سياسة دفاعية أيضا فيها نظر يجب أن تكون هجومية بمعنى أن اليمن أو الرئيس هادي بحاجة لقوات جوية بحاجة سيما وأن سلاح الجو ليس بيد الرئيس هادي وهي معضلة كبرى الآن أنا أعتقد أن الخطوة الأولى يدعم الشرعية في اليمن بالأسلحة والعدة والعتاد والخبرات لأن هذا حق سياسي وواجب على دول الخليج لأن المتمردين في صنعاء تلقوا من الأسلحة ما يكفي ولديهم من عتاد الرئيس السابق وألويته الموالية له التي أنشأها من أجل أن تكون ميليشيات عائلية الآن يسخرها للحوثيين هذا واضح للخليج وواضح للعالم كله وأعتقد أن الخليجيين عليهم مسؤولية ضخمة في دعم الرئيس هادي والشرعية الموجودة في عدن وأعتقد أن حماية عدن هي مسؤولية خليجية من الدرجة الأولى وبامتياز لكن سؤال أخير حول هذه النقطة التدخل الخليجي هل تعتقدون سيد سليمان أن بالأمس شهدت قياد حوثي على قناة فضائية قال بالفهم الملآن لا يحق للمنملكة العربية السعودية تهديدنا ولو تدخلوا عسكريا في أرضنا اليمن يعني يقصد سنتدخل عسكريا في أرضهم وسنهزمهم كما هزمناهم على حد تعبيره بعام 2010 هل المملكة العربية السعودية قد تدخل حربا برية باعتبارها القوة الأكبر في الخليجية أنا لا أميل الاعتقاد بأن الجيش السعودي سيدخل في حرب في اليمن وإنما سيدعم الشرعية دعم ربما اقتصادي وسياسي وعسكري بالتأكيد ولكن ينبغي أولا الانتباه لأن التهديدات صدرت من صنعاء لفتح الرياض وأنهم سيأتون فاتحين ويتحدثون عن النجد والحجاز ومكة والمدينة هذا الخطاب الكريه وهذا الخطاب العدواني هو الذي بدأ أولا من صنعاء والرد السعودي والرد الخليجي بالتأكيد أنه ليس مجرد رد سياسي وخطابي ينبغي أن يكون ردا عملياتي وينبغي أن يتمثل في دعم الشرعية السياسية في اليمن وهذا حق للإخواننا اليمنيين كما أنه واجب على الخليجيين في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ السياسي المعاصر في الجزيرة العربية سأعود إليك بعد قليل علي العمال المصفري في حال آخر الدواء الكي اشتعلت هذه الحرب الآن أنت تعرف ما الذي يجري الآن في الضالع وغيرها هل سيؤدي في نهاية الأمر أن أخف الشرين هو أن ينفصل الجنوب عن الشمال لو موقف حليف الحوتيين هو علي عبدالله صالح من الذي يعتبر حتى مبدأ الأقاليم هذه مبدأ حتى يرفضها هو أنا أعتقد الآن الأمور تتجه أولا إلى صد هذا العدوان الحوثي الموجود على الأرض بتحالفه مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جانب وأعتقد أنه على دول الخليج كما وصلت الرسالة لهم باللسان أيضا وزير الخارجية السعودي قد أوضح ذلك بقلام أنه لهم وقف ولا ينسكت ولا يقفهم وكتوف الأيدي بالتالي الآن عليهم أن يتواجدوا في قلب الحدث في مساعدة الأخوة اللي هم الآن موجودين على الأرض الآن للأسف الشديد أنه نقلوا صراعات هون موجودة في صناعة سياسيا إلى أن تكون صراعات عسكرية مسلحة على أرض الجنوب فبالتالي الآن الجنوبين مضطرين الآن وجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن أرضهم عكس عن العوامل والبيئة السياسية والعسكرية اللي كانت عام 1994 الآن تحول حتى أن العمق الاستراتيجي بالنسبة إذن للمناطق اللي سموها بياليمن الأسفل تحولت هي جماهيريا غير حاضنة للمشروع الحوذي والآن أبناء الجنوب في اتقاهين اتقاه أما أنه يدافع عن الأرض وبالتالي أنه يستطيع لكنني أيضا في رغبة جنوبية كانت رغبة قديمة في الانفصال هي في كل الأحوال في كل الأحوال الاتقاهي لهذا القائم من أجل استعادة الدولة والهوية وإلى آخر لكن أنا أقول في هذه المرحلة الآن في هذه المرحلة عساسة هناك في تعاطف أيضا في العمق الاستراتيجي في اليمن مع أيضا الأخوال القنوبيين بحيث أن أصبحوا القنوبيين الآن المتاريسهم الأولى ليست في كريش وفي الضالع وفي المسيمير وفي التربة البلسرار أو في كمكيراس وإلى آخر أصبح الآن هناك في البيضة في مارب في القوف في تعز وتلاحظ الآن المقاومة العنيفة التي بدأت البارحة أيضا في تعز دلل هذا على أنه لابد أولا من إزاحة هذا التمدل يطلقوا وقعوا وركنه في خانة معينة في المحافظة التي أنطلق منها ومن جانب ثاني أيضا أن الآن القنوبيين معنيين من خلال هذه المرحلة الحساسة من أنهم أصبحوا لأول مرة في تاريخ القنوب كتلة واحدة قلب واحد وصوت واحد يدافعون عن أرضهم وسيستعدون إن شاء الله بذل الله أستاذ سليمان العقيلي لاحظت من طيات حديثك بأن ما سيجري في الدوحة عبث من خلال الحوار ودعوات الحوار هل من فشل في اليمن في صنعاء اللي هو جمال بن عمر كيف سينجح في الدوحة أستاذ سليمان أنا أعتقد أن دول الخليج الآن تحاول استعادة زمام المبادرة السياسية لأن الأمم المتحدة فشلت كما أن الساحة اليمنية أصبحت ساحة رمي للمفاوض الإيراني في جينيف وأعتقد أنه التضح أن مفاوضات موفم بيك أصبحت غرفة جانبية لمفاوضات جينيف لذلك الخليجيون أدركوا اللعبة الدولية في اليمن ويحاولون استعادة زمام المبادرة إذا لم يحضر الحوثي أعتقد أن الحوار السياسي سيكون جبهوي بحيث يشمل الجماعة الوطنية اليمنية ربما تتفق على برنامج عمل باستثناء الحوثي وربما باستثناء حليف المقامر علي عبدالله صالح شكرا لك من الرياض شليمان العقيد الكاتب والمحلل سؤال سريب عشر ثواني هل سيتم طرد الحوثيين من تعزل الله بالتأكيد الآن المؤشرات وضعت على الأرض أنه بهذه الإمكانيات البسيطة والأسلح الشخصية الشباب استطاعوا أن يدفعوا أو يدحروا هذه الجماعات التي دخلت للجنوب وبالتالي الآن أصبعهم في خط مواقع مباشرة من أجل الدفاع عن تلك الحدود التي كانت حتى 290 شكرا جزيلا لكم علي العمان المصر كاتب محلل سياسي شكرا وصول لسليمان العقيد الذي كان معنا من العاصمة السعودية الرياض ملفات مضاصر شكرا وصول لسليمان المصر